نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا خاصا عن حال الانتاج التلفزيوني في مصر بعنوان السيسي يوسع حملة التضييق لتشمل خصما جديدا المسلسلات التلفزيونية الملفت في التقرير أنه ليس موقعا باسم محرر أو صحفي أو مراسل بل الإمضاء هو من مراسلي رويترز التحقيق يشمل حوارات وتصريحات من منتجين تلفزيونين مصريين وممثلين يعيشون في منافع اختيارية بالإضافة إلى شخصيات رفضت الكشف عن أسمائها خشية التعرض للملاحقة يبدأ التقرير بشرح أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في تشديد الرقابة على صناعتين الترفيه والأخبار خلال السنوات الثلاث الماضية عبر إنشاء مجلس تنظيمي جديد للإنتاج ويقول التقرير أن لجنة الدراما تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصر على أن لا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد وأن لا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية ثم ينتقل التقرير إلى الحديث عن نماذج لأثر ذلك على إنتاج المسلسلات فيذكر أن مجموعة العدل على سبيل المثال أوقفت تصوير مسلسلين خشية عدم الحصول على تصاريح بعد أن داهمت الشرطة موقع تصوير فيلم لشركة أخرى ويستخدم نظام عبد الفتاح السيسي وسائل أكثر صرامة من تلك التي كانت موجودة في عهد الرئيس مبارك للسيطرة على الإنتاج التلفزيوني ومن تلك الوسائل بحسب التقرير حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الأعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع وتبدو هذه الوسائل غريبة لكن الأعجب منها هو أن النظام أسس شركة اسمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واشترت بدورها منافذة إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية لا يقل عددها حتى الآن عن 14 الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية التقرير طويل ويحمل الكثير من التفاصيل حيث أنه يذكر أن ضباط الأمن يداومون في مقرات القنوات التلفزيونية بل ويشرفون على باقي العملية الإنتاجية ترجمة نانسي قنقر